ان شاء الله برضو في الفيديو دوت هنكمل بقى الاسئلة بتاعت شيت رقم تسعة. في السؤال دوت اه كان الفيديو قطع مش عارف قطع بعد لما قلت ان انا مش فاهم سؤال رقم بي ولا لا بس عموما انا مش فاهمه دلوقتي. واحنا سبنا شوية اسئلة عموما اه مهنة وفوق فاحنا في الاغلب. ان شاء الله يعني لو انا عرفت حلوهم كويس او فهمتهم كويس هعمل الفيديو ومفصل تاني هيكون في الاسئلة اللي احنا سبناها في الشيت دوت يعني. فنخش على السؤال اللي بعده والسؤال اللي بعده في الحل بتاعه يعني مش متفق معاه قوي. اه اللي هو الحل الموجود هنا. وهذكر الاسباب. احنا ممكن نجي نحل لها بطريقتنا او اللي انا فهمه. وبعدين نشوف الحل محلولي زي? عاوز يعرف اه ايه الكنديشن بتاعت الديدلوك. يعني الستيتمنت دي بتبريك. يعني انا مش انا عندي فور كونديشنز. اللي هو ميوتشو. ايكسكولوجين. وعندي نو بري امبشن. وعندي هولد. وعندي سير كيولر. تمام? دي بتاعت الديدلوك. فانا لو كسرت واحدة فيهم. فانا كده كسرت ان يحصل. ماشي ماشي. اول واحدة بتقول لك ايه? بيقول لك ان البروسيس مست ريليز اني ريسورسز بفور ريكوستنج مور. يعني انا لو عندي بروسيس بيه. البروسيس دي ام مسكة ار وان. وعاوزة تمسك اه ار تو. فلازم لازم تعمل ايه? تعمل ريليز لار وان. طب. ده هيساعدنا نبريك ايه? ده هيساعدنا نبريك. حتة الهولد. ويت. لان مستحيل اكون يعني مستحيل ان دي تحصل. ليه? لان انا كل ما بويت على حاجة بعمل ريليز لان انا اعمل له هولد. صح? يبقى اول واحدة دي. دي هولد ويت. تمام? وممكن تكون ايه? لا لو رجعنا زي نكسر اا اللي هي حتة ديت. فيها حلين. او اول ان الاس بتخلي البروسيس تريليز الريسورسيز اللي هي ايه? مسكاها. ماشي? بس ده مش مفهوم الصراحة اوي منسراك الجملة دي. الابشن التاني ان لو البروسيس جت حاجة وحصل لها دينايد يعني اتمنعت اا اا او حصل لها ويت او مش عارف صراحة حل مقصود بدينايد ان هي هل هي ويت على الريسورس ولا ولا ان في حاجة مثلا من في حاجة عموما قالت له stop. منعته. منعته ان هي تاخدها. ففي الاغلب هي ويت. اا يقوم يعمل ايه? يقوم يريليز الريسورسيز اللي هو مسكها. وممكن تكون اقرب. اقرب لايه? لا ايه. مع انه برضو ما تذكرش. تمام? فانا شايف ان اكتر حاجة منطقية هي الهولدن ويت. ماشي? ماشي. بعدين بيقول لك عندنا ايه? عندنا اا اا اف ريسورسيز تايبس از ديفاين. ابروسيس ويز هايست ريسورس ننبر او ار كان نوت ريكوست اني ريسورس هاير زان ايه? زان او. هقول عندنا ار سري. بيقول لك ان احنا هنركم الريسورسز ارقوم تصعودية مسلا. وعندنا بروسس بي وان. وعندنا بروسس بي تو. عندنا بروسس بي سري. فمسلا ار وان ممسوكة بايه? بي وان. حلو. اا ار تو ممسوكة بي تو. ار سري ممسوكة بي سري. طب بي سري دلوقتي عاوزة ايه? عاوزة على ايه? عاوزة بتاع ار وان. هلو? فالمفروض هتعمل عليه. اهو احنا عشان نكسر ما ينفعش. لازم. لو انا عاوزة على حاجة لازم يكون اللي هويت عليه يكون الرقم بتاعه اكبر من اكبر رقم انا ماسكه. يعني انا هنا ماسك ار تلاتة فانا لو هويت على حاجة فلازم تبقى ار فور او ار فايف ار او ار سكس. واحنا وطلعين بقى. فهنا مسلا انا ماسك ار وان وعاوز اويت على حاجة فانا اقدر اويت على ار تو. او اقدر اويت على ار سري. هلو? ار تو اا بي تو اقدر اويت على ار سري عشان انا ماسك ار تو. طب هل اقدر اويت على ار وان? لا ما ينفعش. تمام? الحل دوت ما ينفعش اطبقه لما يكون عندي ايه? لما يكون عندي اه او يكون عندي هلو? فالحل دوت ما بيبقاش يعني انه يطبق. فدوت هيعمل اي ده هيكسر السيركيلر. ويت. بيقولك ان البروزس must request all its resources. مش عارف نطق الكلمة دي. ان هو يعني هيطلب كل الريسورس بتاعته في نفس الوقت. او ياخدهم كلهم يعني. فدي برضو كانت بتحلو مشكلة الهولدان ويت. ان انا 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 مثلا بتبدأ او شغلت البروزس فالبروزس محتاجة. فانا هقوم اعمل ايه? هقوم اعمل الريسورس دي واخلي البروزس مسكاهم. فهي في المستقبل وهي شغالة مش هتروح تعمل لي على حاجة. تمام? ودي كان حل ليه عيوب بكتير. وبرضو ده كان موجود بالنص في حتة الهولدان ويت. فكده انا عندي اتنين دي واللي فوق دي برضو حلو? بس هو تحت هنا عامل ايه? عامل اول واحدة. يعني دي تمام? ودي تمام. فكرة اللي فوق دي فانا الصراحة شايف ان هي محتاجة تتوضح اكتر وان هي على الشكل الموجودة دي فهي تعتبر تمام? انت لك حرية ان تشوف ان هي اكتر منطقية. طيب بيقول لك اا عندنا ريسورسز آا ريسورس اللي كيشنجراف عاوزين نعرف الجراف دة لάν اول لأ او لو تزلوك ايه المعمول لها ايه? المعمول لها الوقت. اول حاجة زي ما قلت. اا اا ان لو انا عندي ماشي وداخل فيها سهب معنى كده ان البروسيس دي ماسكة الريسورس ده. اللي جاي منها السهم يعني. ولو مطلعة سهب معنى كده ان هي بتويت على الريسورس ده. ولو انا عندي في نقطة واحدة. ده الكلام دوت في الريسورس معنى كده انه في يعني انا برينتر مسلا فانا عندي برينتر واحد. لو في اتنين فانا عندي اتنين. لو في تلاتة فانا عندي تلاتة وهكذا يعني. ماشي ماشي. فانا في الفيديو اللي فات تقريبا اول اللي قبل قلت. طريقة سهلة يعني عشان نعرف هل ولا لأ. وان انا هنوقف على البروسيس. بي وان مسلا. فهاشوف بي وان عشان تخلص محتاجة ايه? محتاجة اروان. طيب حلو. طب واروان عشان اه عشان تبقى متاحة. محتاجة اخلص ايه? محتاجة اخلص بي سري. طب بي عشان تكون متاحة. محتاج اخلص ايه? محتاج اخلص ارطو. طب ارطو عشان تكون متاحة لازم اخلص ايه? لازم اخلص بي وان. فلقيتني رجعت لنفس المكان اللي انا كنت فيه فديه تبقى ديدلوكت. ماشي? فهيبقى. يس. طيب. البروسيس اللي معمول لها ديدلوك. اول حاجة دي ولا بتهولد حاجة ولا بتويت حاجة. ماشي? فدي عادي بروسيس شغالة كده مع نفسها. طيب. دي بتويت على حاجة. هل هل قصرت شرطو من شروط الديدلوك? صح? ان البروسيس لازم تكون مسكة حاجة وبتويت على حاجة تانية. انما دي لا مسكة على حاجة ولا بتويت على حاجة تانية. قصد بتويت على حاجة تانية بس مش مسكة حاجة. هلو? فيبقى البروسيسيز اللي فيها كل شروط هي بي وان وبي سري. تمام? نيجي للبعدة. نبدأ من عند بي وان. طيب. بي وان عشان اه عشان تخلص محتاجة ايه محتاجة? اروان. طب و اروان عشان يخلص محتاج نخلص ايه محتاجين نخلص بيتو? طب بيتو عشان يخلص خد بالك وانا وبقول يخلص ببص هو طالع منه ايه? طالع منه يعني محتاج ايه عشان البروسيس دي تخلص? محتاج ارتو. طب ارتو عشان تخلص محتاج بس ري عشان يخلص. طب بس ري عشان يخلص محتاج ايه? مش محتاج حاجة. فبسري ايه? هنعتبر انه خلص. الحاجة اللي مش محتاجة حاجة هنفرد ان هي خلصت خلاص. فانا خلصت خلاص. حلو? فانا اتبقى لي ايه? ارتو بقت متاحة. فبيتو هيخلق هيستخدم ارتو. فارتو فبيتو هتخلص. فهتقوم مرجع لي ار سري وهتقوم مرجع لي ار وان. فبي وان هتمسك ار وان وهتقوم خلصت. فهنا ما فيش دلوقت. فاهمني? احنا بنفضل ماشين في سايكل وكل لما نلاقى بالحاجة. ممكن تخلص. بنقوم خلصينا واخديني بتاعتها. ونباكتراك نشوف. اه ونباكتراك لغاية لما ايه? لغاية لما نوصل البروسيس بتاعتنا. عرفنا نوصل البروسيس بتاعتنا. معنا كده ان حصل ايه? واحنا بنباكتراك. معنا كده ان احنا حلينا اه انه ما فيش دلوق. دلوق. تمام? لو ما وصلتش. ايه? ورجعت لنفس المكان بتاعي. بس وانا وبلف. بشوف انا محتاج ايه? معنا كده ان انا عمدي دلوقت يعني. ممكن اقوله من الاول يعني. ممكن تسكيب الكام ثانية دي. اللي هقولهم فهم الاول لو حد اطلقبت. انا بشوف بي وان عاوزة ايه? عشان تخلص. ماشي? فلاقيتها ان هي عاوزة ار وان. طب ار وان محتاجة اخلص عشان ار وان تبقى متاحة. فمحتاجة اخلص بي تو. تمام? طب بي تو دي عشان تبقى عشان تخلص انا محتاج ايه? محتاج ار تو. طب ار تو عشان تخلص محتاجة اخلص انهي بروسس. محتاج اخلص بي سري. طب بي سري عشان تخلص محتاج حاجة? لا مش محتاج حاجة. يبقى انا اعتبر ان هي خلصت وهترجع لنا بتاعتها. فدي خلصت. فكده ان ار تو بقت متاحة. ماشي? فار تو بقت متاحة. فبي تو اللي كان محتاجها خلاص لقى ار تو وهيقوم مخلص. هلو? فتبقى عندي ار وان وار تو وار سري. دو كلهم استيل متاحين. فبي وان اللي كنا عاوزين هتخلص. لقيت ار وان فهتقوم مخلصة عادي. فكده ايه? ما فيش ديتلوك عندنا حصل يعني. فحل فيه ديتلوك? نو. نيجي عند اللي بعدها. هنبدأ برضو من عند. طيب. فبي وان محتاج ايه عشان تخلص? محتاجة عشان يكون محتاج متاح. محتاج يخلص ايه? محتاج. محتاج ان يخلص بروسس بي تو. طب عشان تخلص محتاج ايه? محتاج ار تو. طب عشان تبقى متاحة محتاج ايه? محتاج بيس ري. طب دي عشان تخلص محتاجة محتاجة ايه محتاجة طب دي عشان تكون متاحة محتاجة ايه محتاجة يا اما ان بي تو تخلص او بي وان تخلص اخد بقى لك لقاتنا لقيت بي تو هيرجعلنا لنفس السايكل هتلاقينا لفينا عندي دي مرة وهنلف عليها تاني لو لفينا عالسايكل لقيت لقيت نفسك هتلف عالسايكل مرة ايه معنى كده ان احنا تمام فهي بقي ايه فدي هتوب طب ايه البروسيز هي بي وان بتهلد ويت بي تو بتهلد ويت بي سري بتهلد ويت بقى وين وان بي تو بي سري يا رب تكون فهمت طريقة تحلل الجرافات مني ممكن يكون عندك طريقة افصد بكتير بس انا شايف دي افصد طريقة بالنسبة لي يعني مش بتلخبطني على الان ان انا بيكون عندي مسلا بروسس بي وان عندي بروسوس مسلا بي تو وعندي شوية بروسس ببدأ من عند بروسس وليكن بي وان بشوف ايه هي محتاجة انهي علشان تخلص ماشي بروح لل باسأله انت عشان تكون متاح انهي الريسوس ليك لازم تخلص بروح للبروسس اللي لازم تخلص عشان اه عشان دي تبقى متاحة عشان اروان مسلا تبقى متاحة بعدين بروح اسأل بي 2 بروسس بي 2 عشان البروسس دي تخلص انت محتاجة انهي ريسورسز هتلاقيها محتاجة مثلا الريسورسز R2 طيب بقوم اروح ل R2 بقول يا عم انت عشان توبقى متاح محتاجة خلص انهي بروسس محتاجة خلص بي 1 لقيتني رجعت هنا لنفس المكان اللي انا بدأت من عنده وبرضو لسه معرفتش افك السايكل انا كده ايه معمول بلوك او ديد لوك يعني طيب مش محلول فهنلقل السؤال ده هناك سواني طيب دوت السؤال يعني مكبر بس السؤال دلوقتي لان ممكن حتي يكون بيتفرج ومقلل الجودة يعني نخد سكرين عشان هسقر البتاعت شوية كده حلو ماشي بيقول لك في الكود التحت ده عن دانستري بروسسيز تمام التلاتة بيتنفسه على 6 ريسورسز من الف تمام بعدين بيقول لك تقريب مش عارف الصراحة قصده بايه فيجر 6.5 6.6 هل قصدوا بيها الرسمة دي ولا لا عموما يعني في الاغلب مش هنحتاجها او ممكن هو يديني اصلا ريسورسز عموما بيقول لك احنا عاوزين ايه؟ عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نرسم جراف تمام؟ والجراف دوت هنشوف هنقدر عاوزين نرسم جراف بحيس انه يكون واضح انا ممكن ارسم جراف ما يعني ممكن ما يبانش فيه حتة انه عندي circular weight فانا لازم ادور على حاجة في الكود هنا طريقة sequence امشي بيه في الكود يقدل deadlock وعلى اساسه هرسم ايه؟ هرسم الجراف لان لما اعمل كده هطلع جراف فيه احتمالية فعلا انه يكون فيه deadlock انما انا ممكن ارسم جراف ويمشي عادي حلو؟ فلو جدت فكر هنا في احتمالية انه يحصل deadlock اللي ممكن تاخده فانت ممكن من B2 تمام؟ من B2 سواني بيسجل صح؟ بيسجل ممكن من B2 هت ايه؟ هتجت هتجت السي ماشي؟ ماشي وبعدين من B1 هتجت ال D وبعدين من B0 هتجت ال A مسلا ومن B0 برضو هتجت ال B وبعدين من B1 وبعدين من B1 ثم تعمل A تجت ال A ال A طيب دلوقتي انا جيت B2 مسكة السي تمام؟ B1 مسكة ال D ماشي؟ اللي هي دي ودي وB0 مسكة ال A ومسكة ال B طب B0 عاوزة ايه عشان تكمل؟ عاوزة السي حلو؟ حلو؟ طب B2 عاوزة ايه عشان تكمل؟ هي محتاجة ال D يعني نعتبر ان هي جيت ال F ومحتاجة ال D حلو؟ عشان محدش مسك ال F يعني طب ال D طب مين مسك ال D؟ هو B1 B1 مسكة ال D طب B1 عشان تخلص محتاجة ايه؟ B1 عشان تخلص محتاجة ال B اللي هو ممسوك من ال B0 فاحنا ممكن على الكلام ده نرسم الجرافة يعني انت هتحاول تفكر بطريقة انك تطلع منها ايه؟ انك تطلع منها sequence يقدل deadlock وعلى اساسه تعمل ايه؟ ترسم الجرافة او ده اللي فكرت فيه يعني حلو؟ فاحنا نقول مثلا عندنا مغير اللون عندنا B0 وعندنا B2 وعندنا B1 وانا اخترت الاماكن دي تحديدا لان انا حلت سئل في ورقة بره سئل خد مني حبة حلوين عبل ما اكتشف السيكونس وانا قاعد ايه؟ بفكر يعني فدي محتاجة انك تمسك ورقة او قلم كده وتفكر ان انا امسك ايه؟ عشان اخلي يعطل حاجة تانية اللي محتاج امسكه عشان اعطل حاجة تانية فلقيت مثلا ان انا عشان اعطل الزيرو ال B0 دي فانا محتاج اكل امسك ال A يمسك ال B يمسك ال C تمام؟ فانت هتيجي عند ال B دي حلو؟ فانت لو خليته لو عطلت ال B لو انت عاوز اعطل ال B فانت ال بروسس الوحيد اللي هي بتمسكها هي B1 غير ال B0 يعني فال B1 هلاقيتها بتقسش ال B في الاخر معنى كده ان ال B1 اصلا خلاص يعتبر مسكة كل الريسورس بتاعتها وهتخلص وهتقوم رجعلي ال B فما حصلش حلو؟ فانا يبقى كده محتاج ايه؟ محتاج اما فكر يا اما ال A يا اما ال C طب ال A ما فيش حد التاني بيستخدمه غيره طب ال C A فعلا B2 بتستخدمه في الاول فلو B2 مسكته هي اول حاجة هتمنعه عني تمام؟ طيب انا كده محتاجة اخلي B2 توقف توقف في النص طيب B2 محتاجة ايه؟ بي 2 محتاجة ال F وال D هل فيه حد تاني بيستخدم ال F؟ لا طب حد تاني بيستخدم ال D اه بي 1 بتستخدم ال D فاخلي B1 تمسك ال D ماشي؟ هتلاقي ان يعني بعد شوية تفكير هتلاقي نفسك قدرت تتوقف السيستم ده انك تدخله في الدلوم ماشي؟ نقول عندنا ريسورس A وعندنا ريسورس B وعندنا ريسورس مثلا D عندنا ريسورس E وعندنا ريسورس F وعندنا ريسورس C ماشي؟ ماشي فاحنا قلنا ايه؟ قلنا بي 2 هاياخد السي هل فبي 2 هاياخد السي زي ما قلتلك لو سهم خارج من الريسورس معنا كده البروسيسور رايح لها السهم دي هي اللي مسكة الريسورس ده وبي 1 هياخد ال D وبي 0 هياخد ال A وال B ماشي؟ وبي 1 هياخد ال A والباقي بقى وزحهم على حسب ايه؟ على حسب ما موجود في الجراف ده ماشي؟ فالF بي 2 هي اللي هتاخده حلو طب والC مين محتاجه؟ السي بي 0 هتويت على السي ماشي؟ ماشي طب بي 2 هتويت على ال D بي 1 هتويت على ال B بي 2 تمام كده تقريبا كل واحدة طب عشان تتاكد هتلازم تلاقي كل بروسيس يا اما مجموع اللي داخل فيه واللي خارج منه هم تلاتة باللي بيريكوستوه فهنا كل واحدة بتريكوست 3 resources فبي 2 مسكة واحدة وبتويت على اثنين بي 0 مسكة اثنين وبتويت على واحدة بي 1 مسكة اثنين وبتويت على واحدة تمام؟ طب هل هنا فيه في بتاع ده هنبدأ من فين؟ هنبدأ تعال نقول هنبدأ من بي 2 ماشي؟ هنبدأ من بي 2 طيب احنا هو في بي 2 بي 2 عشان تخلص محتاجة دي طب دي عشان يخلص فمحتاجة خلص بي 1 طب بي 1 عشان يخلص فانا محتاجة خلص بي 3 Ciao بي 0 بياسمي إيدي نبدأ من الاول دلوقتي احنا وقفان عن بي 2 بي 2 دي عشان تخلص انا محتاج اي محتاج يكون متاح محتاج الدي طب بي 2 عشان تكون متاح محتاج يكون متاح محتاج بي 1 طب بي ون عشان اخلصها محتاج ايه يكون متاح محتاج البي طب بي عشان تكون متاحها محتاج اخلص ايه محتاج اخلص بي زيرو طب بي زيرو اه عشان اخلصها محتاج يكون ايه متاح محتاج يكون السي طب سي عشان يكون متاح محتاج اخلص ايه محتاج اخلص بي تو دقيتني رجعت لنفس المكان يبقى كده ايه في دادلوك عندنا ماشي ماشي بعدين بيقولك ايه بعدين بيقول لك modify the order of some of the get requests to prevent the possibility of any deadlock you cannot move requests across procedure only change the order inside each procedure use a resource allocation graph to justify your answer طيب فإيه هنا بقى هنا بيقول لك عاوزين نغير الorder بتاع requests ديت عشان نتجنب انه يحصل ايه انه يحصل deadlock تمام بيقول لك ما ينفعش تروح تغير اماكن الريكوستات مع ال procedure يعني مسلا ما ينفعش تخلي بيوان تجيت الايه لا انت تعدل الترتيب جوه الفونكشن نفسها انما ما تخرجليش request تحطه في محاكان تاني فانت من الجراف دوت بعد لما عملته بسهولة قوي ممكن تفكر ايه ايه اسهل حاجة هنا ممكن تخلص تمام مثلا هتلاقي ان ال b0 محتاج السي طب مش انا ممكن اصلا من البداية خلص كنت اخلي b0 تقلوكيت السي فانا لو خلت b0 تقلوكيت السي هيفضلي السي والايه والبي مش معنى كده لما ده يحصل مين كان بيويت تاني على السي بعد لما دي خلص بعد لما ال b0 تقلص السي هتكون متاح فبيتو ايه هتاخد السي ولا استنى تعالا نقول هتقوم سيبقى لل d طب بيتو كانت عاوزة ايه اصلا كانت عاوزة d وعاوزة السي حالو لان السي خلاص خلتها مع ال b0 فايه فهيكون متاحين عندهم ويخلص فاحنا ممكن بوساطة خالص لو عملنا لو غيرنا الاسهم ديت ايه اللي هيحصل مش هيكون عندنا واتعالا برضو نعملهم منترس نعملهم شكرا طيب ماشي في عجزة الوان طيب فتعالا نقول هنبدأ من عند بيتو طيب بيتو عشان تخلص هي محتاجة ايه هي محتاجة ال d ومحتاجة ال c لا يا عمتعالا نروح عنده واحدة تانية الواحدة التانية دي تكون محتاجة حاجة واحدة عشان سهل على نفسنا فكرة ان احنا نمشي في خط واحد فb1 محتاجة ايه b1 محتاجة d طيب طب d عشان تخلص محتاجة ايه محتاجة ان بيزيرو عشان تخلص طب b0 عشان تخلص محتاجة ايه مش محتاجة حاجة b0 هتقوم خلصها ماشي بعد لما بيزيرو وتخلص ايه اللي هيحصل هتتشال وهتتبقى بتاعتها متاحة تمام هي تقوم الاسهم متغيرة وتبقى كده وكده b1 عشان تخلص محتاجة ايه مش محتاجة اي حاجة كل الحاجات بتاعتها موجودة فهتقوم خلصها وهتسيب لي هتقوم مخلصها وسيبالي طيب يقوم السهم ده متغير هتقوم b2 تقرى في td وايه وتبقى كده و b2 محتاجة ايه عشان تخلص مش محتاجة حاجة فهتقوم مخلصها والresources بتاعتها ترجعلي زي ما كانت وايه وكده الدنيا تمام يا رب اكون عرفت اشرح بشكل كويس يعني على اللي بعده طيب طيب نرى السؤال هنا وبعدين ننقلو هناك بيقولك وبيقولك عندي طايم تيه احنا اخدنا سنابشوت من السيستم بيقولك اللي هو محتاجة كام البروسيس محتاجة كام ريسورس من طيب مثلا من طيب اكس عشان ايه عشان تخلص خالص تمام وبعدين مديك الالوكيشن الالوكيشن بيعرفك ان البروسيس دي اتوغدا كام مثلا من ريسورس اكس في الوقت الحالي وبيقولك عندنا المتاحة بتاع كل يعني من ايه عندنا احد واشر من بي تمانية سي سبعة دي عشرة في السيستم ككل سواء كان مستخدم او مش مستخدم تمام يعني انا عندي مثلا اتنين منهم شغالين بيتبعو دلوقتي فجيت سألتك انت عندك كم واحدة كم مطبعة هتقول لي عندي تلاتة حالية بيقولك عاوز يعرف بيقولك يعني عاوز اقول ايه ممكن اعمل ايه هنا يخليني اوصل لحيط دلوق والتانية بيقولك ايه بيقولك ورينا ازاي ازاي نقدر نعمله بايه بايه ماشي ماشي هنالسؤال طيب بتاع كبير كده بقى تاخد سكرين اوئيا كان يعني بعدين ايه خلي يعني طيب في المسائل دي عشان اسهل على نفسي ايه محتاج اعمل ايه محتاج اعمل اللي هي ناقص ايه سي ناقص الايه ناقص هيدين ايه هيدين الماتريكس بتاعتنا اه طيب اللي هو ده هتحسابه ازاي هتحساب تمانية مساء ناقص ثلاثة اعملها وارجع ايه اه طيب عملت الماتريكس اه بتاعت رمين وبعد نرص عندنا ايه ايه وعندنا سي وعندنا دي ونقول مثلا هين عندنا هوا فين بالزبط طيب عندنا ايه متاح منها اتنين و اه نغير اللون عندنا ايه عندنا ايه متاح منها اتنين وعندنا البي متاح منها اتنين عندنا دي برضو اتنين ودي اربعة طب لو انا عاوز اعمل ايه لو انا عاوز اعمل اه اشوف خليني اروح ل فانا محتاج ايه محتاج اشوف تاخد كل اللي انا عندي وما تخلص تكون لسه مستنية يعني ايه مثلا يعني انا مثلا عندي عندي برنامج البرنامج ده عشان يشتغل محتاج اربع طبعات هلو وانا عندي كام طبعة متاحة حاليا عندي طبعتين بس في النظام كله وفي عندي بروسس تانية محتاجة طبعة واحدة عشان تشتغل فانا عشان اعمل ديدلوك هنا ايه اقوم مد اللي اتنين دول للبروسس اللي عاوز اربعة فكده فانا كده عملت ايه عملت ديدلوك ماشي ماشي فنشوف حاجة هنا تاخد كل اللي عندي وما تخلص نشوف اول واحدة اول واحدة او اول واحدة اول واحدة لو شغلتها هتاخد اتنين من الايه فهيتبقلها كام فهتحتاج تلاتة كمان وهتاخد اتنين من البي فمش هتحتاج حاجة من البي ممكن نعملها هنا فلو شغلتها الاول فهيبقى نقول مثلا هنا ايه ان ان بي وان فهتاخد هتاخد اتنين من الاي وهتاخد اتنين من البي وهتاخد اتنين من هي محتاجة تلاتة او محتاجة خمسة بس انا فعليا ما عنديش اتنين فانا هديها ايه هديها الاتنين كلهم ومحتاج اربعة من الايه اربعة من الدي ماشي فبعدين كده لما جي اعمل هتبقى ازاي اللي تحت كله ده زي ما هو التعديل بس في اخر في اول رو فهيبقى بدل ما كنت محتاج خمسة انا اديت لها اتنين فمحتاج تلاتة وبدل ما كنت محتاج اتنين فانا مش محتاج من دي وانا كنت محتاج تلاتة واديت لها اتنين فبقيت محتاج واحدة بس من مثلا. وهنا مش محتاج حاجة. فانا كده مش معايا اي متبقية. ولسه اه محتاجة تلاتة من ايه وزيرو من واحد من السي. والباقي لسه محتاج. فانا كده ايه? حطيت نفس تزد لك. فالريكوست هو ايه? نمسح بس الكلام ده كله. انا انا اشيل دول. فهيبقى الريكوست. هو بي ون مع النهية هتريكوست اتنين واتنين واتنين وايه واربعة. فالريكوست دوت هيقدل ايه? هيقدل انه يحصل. فكده ده اول سؤال. طيب عشان نتجنب فانا محتاج اعمل ايه? محتاج ادور على سيكونس. امشيها. ولو مشيتها ما يحصل ليش. فانا هنبدأ نمشي بشغلنا الطبيعي. طيب ايه من دول اقدر اخلصهم باللي معايا? فهلاقي نفسي اقدر اخلص. ممكن نسمي ده بي وان. واسمي دوت بي تو. سواني. اه طيب اهنا قلنا عندنا بي وان و بي تو. عندنا بي سري. عندنا بي فور. ماشي? ماشي. ايه اللي انا اقدر اخلصها بالريسورسز اللي معايا لو عملت ريكوست فانا ممكن اخلص بي سري. تمام? فاقول له مسلا هنا ان بي سري. فان بي سري هي عاوزة ايه? هي عاوزة واحدة من ايه? هي تبقى معي واحدة. وعاوزة اتنين من بي هي تبقى معي زير. وعاوزة اتنين من سي هي تبقى معي زير. وعاوزة تلاتة من دي فهيتبقى معي واحدة. فانا كده ايه خلصت? بي سري. فهيبقى بدأت بي سري. ماشي؟ ماشي. طيب اه بعد لما بي سري بتخلص بترجع لي الحاجات اللي هي كانت عاملالها الوكيشن. واحنا دي هنجيبها منين? هنجيبها من آآ فكانت وخدها من كل حاجة اربعة. ماشي. فهتقوم partners جعل اربعة للآآ. فانا كان مع اي واحد فهيبقى خمسة. حلوة? وتقوم رجعل اربعة من البي واربعة من السي واربعة من الدي سنا كان مع اي واحدة فيبقى خمسة. الذكت همتك become 되 بعدين نشوف ايه بعدها ممكن اخلص بالكلام ده ممكن اخلص ممكن اخلص بي وان. ماشي? فهنقول ان بي وان. فان بي وان هي عاوزة ايه? عاوزة خمسة من ال اي فهيتبقى معي زير وعاوزة اتنين من ال بي فهيتبقى معي اتنين وعاوزة تلاتة من السي هيتبقى معي واحدة وعاوزة اربعة من ال دي هيتبقى معي واحدة. وكده انا خلصت بي وان وهنقول افتر بي وان هشوف هترجع لي قد ايه من كلايم ماتريكس هترجع لي تمانية من الاي فهيبقى معي تمانية وهترجع لي اربعة اربعة من البي واربعة من السي فاربعة وانا وكان معي اتنين فهيبقى ستة واربعة وانا معي واحد فهيبقى خمسة وهترجع لي ستة من الدي وانا وكان معي واحد فهيبقى ايه فهيبقى سبعة ماشي ماشي فاي تانية اقدر اخلصه اقدر خلص بيتو وبقدر اخلص بي فور فاتعا لنخلص بي فور بي فور محتاجة بي فور محتاجة ايه بي فور محتاجة واحدة من الايه فهيتبقى معايا سبعة ومحتاجة خمسة من البي فهيتبقى معايا واحد وخمسة من السي هيتبقى معايا زير واتنين من السبعة فهيتبقى معايا كام فهيتبقى معايا خمسة تمام كده انا خلصت البي فور ونقول له افتر بي فور فبعد لما تخلص اه البي فور اه هترجع لي ايه? هترجع لي تلاتة وخمسة خمسة تلاتة. تلاتة من الايه? فانا معي سبعة اوة تلاتة هيبقى عشر. وهترجع لي اه بي فور صح? وهترجع لي خمسة من البي وخمسة من السي. خمسة وانا معي واحد ستة. خمسة وانا معي زيرو خمسة. وبعدين هترجع لي كم? هترجع لي تلاتة تلاتة وانا معي خمسة فهتبقى كان فهتبقى سبعة. ماشي? طيب هتبقى لنا معنا في نقول له ان تعال نفتكر السيكونس انا خلصت وبعدين خلصت وبعدين خلصت وبعدين هخلص ايه? وبعدين هخلص الماشي? تعال نشوف محتاجة تمانية فهيتبقى معي اتنين ومحتاجة اتنين من الستة فهيتبقى معي اربعة ومحتاجة تلاتة من الخمسة هيتبقى معي اتنين ومحتاجة خمسة من السبعة فهيتبقى معي اتنين. طيب فافتر لما بي تو دي تخلص فانا هيرجعلي هيرجعلي تسعة واتنين فهيبقى كامل فهيبقى احداشر ماشي? من الايه? وبعدين هيرجعلي ايه تاني? هيرجعلي اه اربعة وانا معي اربعة فهيبقى تمانية من البي وهيرجعلي خمسة من السي خمسة وانا معي اتنين فهيبقى السبعة وهيرجعلي سبعة من الدي. سبعة وانا معايا اتنين فهيبقى كام? هيبقى? لأ ثانية. احنا في بيتو صح? بيتو هترجعلي من الدي سبعة. وانا معايا اتنين. هيبقى تسعة. فاحنا كده عندنا غلطة في الاركام. استغفر الله العزيزي يا رب. طيب. ممكن للدي. احنا كنا كنا متبقى معنا فوق اربعة بس. لما دخلنا كانت عاوزة تلاتة فاتبقى معنا واحد. بعد لما خلصت بي سري. فبي سري قدتنا اربعة وانا كانت معايا واحد في خمسة. وبعدين بقي نفقر بي وان محتاجة كام? بي وان كانت محتاجة اربعة. فاتاخد اربعة فاتبقى معايا واحد. طيب بي وان هترجعلي كام? بي وان هترجعلي ستة. تمام? فستة وانا معايا واحد فهيبقى سبعة. طيب بعدين ايه? بعدين بي فور. بي فور محتاجة كام? بي فور محتاجة اتنين. طيب اتنين اه وانا كان معايا سبعة فاتبقى معايا كام? تبقى معايا خمسة. تمام? فخمسة ولما بي فور تخلص خمسة. آه صح. بي فور هترجعلي تلاتة وانا معايا خمسة. فده هتبقى تمانية. دي هتبقى تمانية هل? وبعدين بيتو بيتو هتحتاج كان بيتو محتاج خمسة منك تمانية فهيتبقى معايا تلاتة فلما اجي ازود سبع على التلاتة فيبقى معايا عشر. انا احتاج ارجع لجدول الجامعة والطرح. طيب حلو كده ايه? كده احنا خلصنا. وجبنا اله لو هنقول له لو مش هنا بالسي دوت وورنا له الورك بتاعنا اللي هو ده. فاحنا كده هنقدر نعمل ايه? هنقدر نتجنب ان يحصل ايه? ان يحصل deadlock. ممكن تذكر برضو ايه هي مش محتاج تذكر لان انا في كل مرة كنت بركوسط كل الريسورس اللي ايه اللي الapprocess عاوزها. ماشي? نعم. طيب لنا بطه كده. هو بيقول لك الوردر اللي هي خلينا نخلص السرعة. هو بي3 بي 1 بي 2 بي 4. كده هللا ايه? انا عمل بي 3 بي 1 بي 2 بي 4 وهو عملها بي 2 بي 4 هلفي ريستريكت علينا هللا ايه? لو كان اولا ده الصحة واللي احنا عملنا بسها هو ممكن يقول لك رتب هوملي يعني ممكن يقول لك لو لقيت انك ممكن تاخد بروسس بي 1 و بي 2 تقدر تخلصهم مع بعض فادي الاولوية مثلا للأكبر للأصغر كرقم يعني وكده اه اللي بعده اه حتى السؤال اللي بعده هو بالضبط بيقول لك كده بيقول لك ايه? بيقول لك في خمسة بروسسيز تمام? الا ايه عندها عشرة والبي خمسة والسي سبعة والدي عشرة بلده بيقول لك في تايم زيرو او تايم اكس او اي امكان يعني خدنا سنابشوت للالوكيشن ماتريكس كلام ماتريكس والأفالوب بيقول لك هل فيه سيفستيت في السيستيم? ولو فيه? اه هنقبلي الايه البنكر الالكوليزم تايمين اسيكوينس اف بروسسيز ويقول لك لو فيه سيفتي كريتيري ماشي? وبيقول لك لو فيه توريكوستيز كان بي جارانتيت زين تشوز ليستورد بروسسيز اهو يعني لو فيه اتنين بروسسيز اه انا ضام انهم اه اللي اتنين هيشتغلوا فانا هاختر الايه? هاختر الاقل. في الاقل في الرقم. اه هنا كان عندي سؤالة الصراحة. وهو ايه? وهو. هل انا ممكن مثلا? ممكن مسلا اقدر اخلص بي زيرو بس اخلصهم ازاي? اخلي بي زيرو تمام? ويتبقى معي شوية اماشي بيهم في هل اعمل كده ولا اني اشوف ايه اللي اخلصه مية في المية انا متأكد انه هخلصه. مش مثلا نقدي البي زيرو ريكوست وبعدهم كمان شوية ادي لها ريكوست وكمان شوية ادي لها ريكوست. فاعتقد اعتقد هو لما جيه حلها حلها ازاي. اه مش عارف هل فيه هل فيه امكانية ان حاجة زي اللي يقع دي ده. بس هو حلها زي الطريقة اللي هنحلها دلوقتي ان احنا بنمسك واحدة واحدة ان ايه نفنشهم. ماشي ماشي. هنقل السؤال. اه طيب. عندنا سيستم زي ما قلنا في خمسة بروسسيز والكلام ده كله. فهنا عندنا وعندنا 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 اعزلنا عرف هل سيستم ده في وعلا لا. واعزة ان نطلع سيكونس. يفات الكريتيريا ديت. لو كان يعني يفات الكريتيريا نصيف سيف. اه ونطلعهم نختار الاوردر لو يعني عندنا ممكن نسمحهم فنختار ايه? نختار الاصغر. فهنعمل الماتريكس اللي هي ريمينين ماتريكس. سي مع اصيل ا. كان ده يساوي ا. احنا عندنا بي زيرو. وعندنا بي وان. وعندنا بي تو. عندنا بي سري. عندنا بي فور. ماشي. اوقف. احسبها وارقعها. اه طيب. احنا عندنا ايه? عندنا البي. عندنا السي. وعندنا الدي. وان دي سيء الصراحة. كده. عندنا ستيت. ستيت دي انا اضافة من عني هي ده ممكن تخليها باي شكل ان كان يعني. سنشوف ان ده بيسهل علي الحل. تلاتة تلاتة اتنين تلاتة. هقول لك. عشان وانا بحل محتاجش افكر كتير يعني ايه ايه احسن ومعرفش ايه. او اشوف مسلا هل محتاج ارجع ابص على بي سري بي وان بي تو فانا كل لما اجي ابص هبص من فوق لتحت. اه ثم ان انا ماشي هنبه عن النقطة دي اوي 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 يعني. انا ماشي بفكرة ان انا بخلص كاملة. معرفش هل هل اصده اه مسلا. ان بي زيروا اقدر اديها مع هي مش هتخلصها بس هديها وهدي الحاجة تانية اه برضو بحيث برضو اخليه وانفرحهم على اكتر ايه اكتر من هل دي دي حاجة ولا ولا لا بس انا همشي هنا ازاي همشي بان انا الواحد يخلص لي ايه? يخلص لي البتاع ده كلها يعني كلها. ماشي? فهبدأ ابص من فيه من فوق لتحت. طيب البي زير وهقدر اخلصها? لا مش هقدر اخلصها. البي وان هقدر اخلصها برضو? لا مش هقدر اخلصها لان هي محتاج اربعة من بي وانا مش معي اجر تلاتة. البي تو هقدر اخلصها? لا برضو. البي سري هقدر اخلصها هقدر اخلصها البي فور هقدر اخلصها. بمجرد ما لقيت واحدة اصلا اقدر اخلصها من فوق. فانا مش هبص لتحت لان حتى لو تحت بتفت انا هيخد الموجودة فوق. فهقول له ان. خلينا بالاسفر. ان. بي سري. فان بي سري. بي سري عاوزة واحدة مش هتاخد حاجة من من ال ايه. هتنزل زي ما هي. هتاخد واحدة من ال بي. هتنزل اتنين. واحدة من السي. هتنزل واحدة. مش هتاخد حاجة من ال دي. فتبقى التلاتة. حلو. فاحنا كده خلصنا البي سري. بعدين افطر بي سري. اللي هترجع حالنا بي سري هنبص عالك. بي سري هترجع لنا اتنين من كل حاجة. فاتنين وتلاتة هترجع لنا خمسة واتنين وتلاتة برضو. هي هترجع لنا كل حاجة اتنين صح? اتنين واتنين بقى. اتنين واتنين اربعة اتنين وواحد تلاتة اتنين وتلاتة هتبقى خمسة. ماشي نرجع نبص من فوق لتحت. هلا اقدر خلص بي ما اقدرش خلص بي zero. اقدر خلص اقدر خلص بي وان. نقوم ايه? واخدينها این. اـا طيب. بي وان محتاجة ايه? محتاجة واحدة من ايه? هيتبقى معي اربعة. ماشى? ومحتاجة اه اربعة من البي. فهيتبقى معي زيرو. محتاجة تنين من س�이 هيتبقى معي واحدة ومحتاجة واحدة من الدي هيتبقى معي اربعة. تمام? فحن كده خلصنا الب بيuan بعدين نقول لها افطر بعد لما البيوان حصلها تيرم green هترجع لي ايه فبيوان هترجع لي تلاتة اربعة واثنين تلاتة تلاتة من الايه في تلاتة واربعة هترجع لي هيوقع معي سبعة ايه بعدين اربعة من البي وبعدين palette من سبعة ماشي ماشي بعدين ايه تاني اقدر امشي اقدر امشي بيزيرو فينقمي ماشيين بي زيرو ان بي زيرو ومحتاجة سبعة اربعة ثلاثة محتاجة كل اللي عندي. فيبقى زيرو زيرو زيرو. ودي خل꽂ت. وبعدين افطر. اا بي زيرو. وبعد لما تخلص ستترجع لي ايه? بي زيرو هترجع لي ايه? هترجع لي. سبعة خمسة تلاتة سبعة. سبعة خمسة. تلاتة سبع. ماشي. ماشي. فاحنا خلصنا البي زير. وتبقى معايا بيتو بي فور. هنمشي بيتو اقدر خلص اقدر اخلص بيتو. ان بيتو. فبيتو محتاجة ستة. فاتبقى معايا واحدة هنا. ومش محتاجة حاجة من دي. فخمسة زي ما هي. والتلاتة زي ما هي. واحتاجت ستة. فهيتبقى معايا واحدة هنا. ماشي. فافتر بيتو. بيتو بعد لما اتخلص. هنبصي عالك la ng matrix be to � Gew X1 تو عالك美國 Jamaica haottoعالي تسعة هو واحد هي رجعي عشر وهترجع لي zero من ال B وهي رجع لي اتنين من سي zero من ال B هوتنزل زي ما هي اتنين بتزي فتنزل خمسة وبعدنا هترجع لي ايه إحنا في بيتو صح بيتو هترجع لي كم هترجع لي تسعة من D فتسعة واحد هاي يبقى ايه فهي يبقى عشر تعالي نكمل هنا فاتبقى عندنا اصلا ايه? هتبقى عندنا البي فور. ماشي? ماشي. فان بي فور. نقول هنا ان. بي فور. فانا ايه? هحتاج ايه? ففي بي فور هحتاج اربعة وانا معي عشرة. فهيتبقى معي كم? فهيتبقى معي ستة. وبعدين هحتاج خمسة. وانا معي خمسة هتبقى معي زير. وبعدين هحتاج واحد. فهيتبقى معي اربعة. وبعدين هحتاج اربعة فهيتبقى معي ستة. وبعدين افتر. هترجع لي ايه? هترجع لي اربعة من الايه? فيبقى معي عشر. وهترجع لي خمسة من البي هيبقى معي خمسة. هترجع لي تلاتة من تلاتة من السي. وانا معي اربعة فيبقى معي السبعة وهترجع لي اربعة من الدي. وانا معي ستة فيبقى معي عشر. فكده ده ايه? ده الفاين. لازم اروح اعمل لكم بالماكس ما من اللي عندي. لو طلع زي ما هو. يبقى تمام. لو مطاشر زي ما هو يبقى حل غلا. فعشر خمسة سبعة. عشرة خمسة. سبعة عشر عشر خمسة سبعة عشرة. فإيه? فتمام. انا قرنته بالاة بالماكس مام. المتاحة عندي. فالسيكونس اللي انا مشيت. هل في هنا? ايه. انا متأكد ان في سيكونس اللي احنا خلصنا بثلاثة الاول وبعدين خلصنا بزيرو. وبعدين خلصنا بطو. وبعدين خلصنا بي فور. ماشي? ماشي. نرجع نبص على بتاع دي. ننزل ننزل لتحت. ننزل فهو خلص ايه? زي ما احنا ايه? ما خلصنا. طيب. هو كفاية كده للفيديو دوت يعني? ولا مش كفاية? لا كفاية.